براءة من الله ورسوله إلى الذين عادوا من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا وأنكم غير معجز الله وأن الله مغزي الكافرين وآذى من الله ورسوله إلى الناس يوم الحق الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عانبتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا فأدموا إليهم عندهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر القوم فاقدوا المشركين حيث وجدتمهم واخذوهم واحصرهم وقعدوا لهم كل من صدت فإن تابوا وأقالوا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحدا من المشركين استجارك فأفروا حتى يسمع كلام الله ثم أبله مأمنا ذلك بأنهم قدروا لا يعلمون كيف يكون المشركين عاد عند الله وعند رسوله إلا الذين عادتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله محب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرحبوا فيكم إلاهم ولا ذنب يرضونكم بأخوانهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسسون اشتروا في آيات الله ثمنا قليلا فصفوا عن سبيله إن نمسى ما كان يعلمون لا يرحبون في المؤمن إلاهم ولا ذنب وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإكوانكم في الدين ونفصل الآيات بقوم يعلمون وإن نكسوا أيمانا من بعد عهد وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانا وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوا أول مرة أتخشونهم فالله أحب أن تخشون إن كنتم يؤمنين قاتلكم يعظمهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذعب غير قلوبهم ويتعب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبكم أن تتركوا ولا مما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليده والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعبروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار الخالدون إنما يعبروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلهم سقاية الحد وعمارة المسجد الحرام أولئك من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستهون عند الله والله لا يهدم قوم الظالمين والذين الذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون والذين يبشروا ربه برحمة منه وردوان وجنات لهم فيها لعيم مقيم الخالدين فيها أبدا إن الله عندهم أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحفوا الكفر على العلمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشونك سادها وتجارة تخشونك ومساكن ترضونها أحب إليهم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد لقد نصرتهم الله في مواقن كثيرة ويوم حنين إذ أعدبتم كثرتكم فلم تغنى عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن من المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن شفتم عينة فسوف يعنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يدينون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون وقالت اليوم عزير من الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يضاهرون قول الذين كفروا منه قبل قاتله الله أنا يكفدون اتخذوا أحبارا وربانا أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أهم إلا ليعبدوا وما أهم إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله لا يقوم سبحانهم عما يشركون يريدون أن يقصوا نور الله بأفواههم ويأفى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسولهم بالهدى ودين الحق ليطهرهم على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والربان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصفون عن سبيل الله والذين يكرزون الغذاب والفضلة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم يوم يحبى عليها فيما جهنم فتخوى بها لباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزل لأنفسكم فذوما كنتم تنزلون إن عدة الشرور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القير فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشرئين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحرموا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القدم الكافرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ مُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْكُوا إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَيِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِذِي الْحَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَغُرُوا شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَاكُمْ لِشَيْءٍ قَدِيمٍ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَلْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَا إِذْ هُمَا فِي الْغَالِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِلَّا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ لِلْهُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعْلَ كَلْمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّكْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَا الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحبكون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يغلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الرار عن كلمة ذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذرك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذرك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واغتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتردلون ولو أراموا الخروج لأعبوا له عدتهم ولكن كره الله بعاتهم فتبطهم وقيل فهم مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالهم ولأورقوا خلالهم يبعونكم الفتنة وفيهم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغلوا فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظار أمر الله وهم كارمون ومنهم من يقولوا اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصلك حسنة تسؤون وإن تصلك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا أحدى المسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا قوعا أو كرأا لن تقبل منكم إن كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل لهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالمال وبرسوله ولا يأكون الصلاة ولا يأكون الصلاة إلا وهم قسالا ولا ينفقون إلا وهم كارمون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزلق أنفسهم وهم كافرون ويحلقون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولا إنهم قوم يفرقون لو يجبون ملجأا أو مغارا أو ادخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلزك في الصدقات فإن يعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسولهم وقالوا حسبنا الله سيئين الله من فضله ورسولهم وإنا إلى الله راغمون إنما الصدقات من فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والغارمين ومنهم الذين يزون من النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤسون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليردوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا أؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن لهنا رجأن مخالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحزر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئه بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحزرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نقول ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ويلون عن المعروف ويقبرون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسسون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفارنا وجهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مكين كالذين قبلكم كانوا وأشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضر أولئك حبقت أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك هم الفاسسون ألم يأتهم لبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة والمهتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحيبون الصلاة ويحيبون الزكاة ويحرعون الله ورسوله أولئك سيوحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وارمض عليهم ومأواهم جهنم ودئس المصير يحركون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وأموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسولهم من فضله فإن يتوبوا يبو خيرا لهم وإن يتولوا عذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتانا من فضله بخفوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهم بما أخلف الله ما وعنوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علاموا الهم والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالناد ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا رجعا لما أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاءا بما كانوا يكسهون فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأزنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أبدا إنكم رضيتوا بالقود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسكون ولا تعجبك أبوالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأزنك أولو الطول استأزنك أولو الطول وقالوا زرنانة مع القاعدين رضوا بأن يكونوا عن خوالف وقبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جادوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك لهم المفلحون أعد الله لهم جنات تدين تحتها الأنهار فالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب الهديم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينففون حرب إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحذرهم قلت لا أجد قلت لا أجد ما أحذرهم عليه تولوا وأعلمهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدون من فقور إنما السبيل على الذين يستأذرونك وهم أغنياء ربوا بأن يكون مع القوالك وطبع الله على قدوبهم فهم لا يعلمون يعتزرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الضابع لكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحذفون بالله لكم إذا انقلت الهنين لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحذفون لكم لتعرضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشفوا غفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص ذلك الدوائر عليهم دائرة السن والراب سنيع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها كل ذلك لهم سيدحنه الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهادرين والأنصار والذين اتبعوهم والإحسان رضي الله عنهم وربوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل الذين تمرضوا على النفاق لا تعلموا نحن نعلم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب العظيم وآخرون اعترقوا بغوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكت لهم والراغ سميع عليهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعزمهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحبفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهرون والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وربوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جب الهير فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيئهم الذي لا يعدون به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائبون الراكعون الساجبون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن الانكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربان بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عبد لله تبرأ منه إن إبراهيم لأوام حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهابرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رغف رحيم وعلى السلاسة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضمنهم وأن لا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليدهم إن الله هو الثواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكنوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يشيرهم زمأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا يطعون موت أن يغيروا الكفار ولا ينالون من عدو النيلة إلا كتب له به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لأنفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقروا في الدين ولينزروا قومهم ولينزروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحزرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونهم من الكفار وليجدوا فيكم هلغة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا لا نزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكهون وإذا ما أوزلت سورة نظر بعض إلى بعض هل يراكم من أحد زمنه صرفون صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقرون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا أنه عليه توكله فهو رب العرش العظيم براءة من الله